اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فصل الشتاء بنلاقي ان اكتر جهاز وكل الحالات اللي بنشوفها في العيادات وفي المستشفيات تبقى معظمها في الجهاز التنفسي فالجهاز التنفسي اكتر جهاز بيتأثر وبنشوف فيه عدوى وبنشوف فيه مشاكل وامراض في فصل الشتاء اللي دايما بنشوف وطبعا اطفال بيقوا حساسين جدا ولازم نحافظ عليهم جدا في تغييرات الجو في الطيرات الهوى في البرودة جامدة قوي اللي بنشوفها الايام دي والموجات اللي بتيجي والنوبات اللي بتيجي علشان بفضل الله عز وجل تعدي كل ده على خير بدأش يحصل لهم مشاكل كبيرة طبعا حق في العيادة اكيد بيجي لك اطفال بيعانوا من التهابات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي يعني ليه بيحصل الالتهابات دي وازاي نعليجها اكتر حاجة بنشوفها واكتر حاجة بتبقى عامة وبنشوف عدد كبير جدا منها التهابات الجزء العلوي الجزء العلوي دائما يبدأ من الان في الغاية الحنجرة السفلي من الحنجرة لغاية الحصيلات الهوائية الجزء العلوي اكتر حاجة اللي هو المباشر على طول مع الجو اللي بيتأثر تأثر شديد وبسرعة جدا وبنشوف كمية كبيرة جدا ومعظم الحالات بتبدأ بجزء علوي ممكن تتقل للجزء السفلي بعد كده اول حاجة بنشوف الاخشية المخطية والجيوب الانفية اكتر حاجة بنشوفها بتتأثر جامد جدا وطبعا بنشوف النزلات البرد والانفلوانزا اكتر من الحاجات اللي كل الناس بتعاني منها ما فيش واحد بيعد الشتاء مايجلوش نوبة واثنين وكذلك الاطفال بقى شد لما بيجي لهم وما منحفظش عليهم وعلى التهوية بتاعتهم وعلى النوم يتعرضوا للهوى والدفع والبرودة اللي بنشوفها فنلاقي اليوب الانفية من الحاجات اللي بتتأثر جامد جدا اليوب الانفية طبعا ونزلات البرد والانفلوانزا الموسمية اللي بنشوفها بتبقى عارضها كلها العطس والزكام وتبدأ يحصل التهابات في الجزء العلوي يبدأ يحصل النسبة من السحونية ممكن تحصل او ممكن ما تحصلش ويبدأ كل ده بنشوف وبنشوف الكتمة الانف جامد جدا عند الاطفال واللي ممكن لما الطفل يبدأ ياخد نفسه من الفم بيبدأ يحصل التهابات تحلقه جامدة جدا ودي اللي ممكن تسخله العيد يبقى نايم طبيعي وقعدين الأم تصحى وتيجي مفزوعة للطفل صاحي ودر اتحارته تسعة وتلاتين واربعين وقعدين أول حاجة بسألها الولد نفسه عمليه تقول له اه فعلا نفسه عالي جدا الولد بيفتح بقه بياخد نفسه ونجبقه فعلا يبقى في حصل التهابات في الأقشية المخاطية في الجيوب الأنفية ودي طبعا بيبقالها بعد كده لما ابنهم اللي فيها بتزيد جامد جدا عليها طبعا يعني لو احنا في فصل الشتر دلوقتي او ممكن الأب والأم يعملوا ايه احتياطات للطفل أصلا علشان من الجائش للمشاكل الصعبة دي مهم جدا دايما التهوية كويس جدا في البيوت وفي الأوب الناس يفكر انها لازم تفضل مدفية الدنيا خالص في حين الناس لما بتقفل جامد قوي الوطوبة بتزيد وتلاقي الأوب والبيوت بقت سقعة جدا في حين ان الناس لو فتحت وبدأ الهوى يدخل هتلاقي بقى سبحان الله بقى يبقى فيه دفء وبعدين بنجدد الهوى وبعدين لما يكون اي حد اي من أفضل الأسرة بيعطى سبيكوح بنحبس العدوى في قوضة او في البيت كله ويبدأ كله صغير ويبقى يتأثر بيها غير ما نجدد الهوى كلها طبعا الطفل لما نكون خارجين بيه اي طيارات هوى بتأثر بيها ويبقى ملاحظين جامد قوي انه ما يتعرضش لطيارات هوى وفيه برضو الناس يبقى اخدين طفله وخارجين به ومغطينه بغطى جديد جدا وفجأة يترافع الغطى تلاقي الولد اللي كان وصل لدرجة دفء عالية جدا بدأ يدخل عليه طيارات هوى تبدأ يجيله الاحتقانات في الانف وفي الجزء العلوي كله فدايما ناخد بالنا ان شاء الله من الحاجات دي وبرضو الهدوم ما بنكسفش فيها ابدا يعني حسب الجو وبنزوده ونقص للطفل حتى للكبير في كل وعد لما الاقي الطفل جاي وعليه سبع تامع عشر انا مش عايف لبسهم له ازاي كل دول طبعا حاجة كتير جدا وطفل بيعرق ممكن الاقي الطفل جاي عرقان الى ابعد حد وعدين الطفل يعرق ويبدأ العرق ده ينشف عليه او يجيله طيار هوى عليه ده من الحاجات اللي بتبقى من الاسباب المرضية جدا في فصل الشتاء فعزين ناخد بالنا الجزء العلوي يبدأ يحتخن عزين ناخد بالنا اوي اول ما ييجي اي انفروانزة موسمية اي نزلت برد اكتر حاجة بنعمل معظمها بتبقى فيروس الفيروس هي السبب الاساسي في معظم الاحوال عشان كده بنقول دايما ان الفيروس مش عايز ما بنيديش اللي حاجة للاعراض عزين نسلك نفس الطفل كويس ياخد نفسه من الانف بياخدوش من الفم عزين نبدأ نديه حاجات بتزود الممع زي فيتامين سي والموجود في حاجات كتير اوي طبعية زي المرطقان والحاجات الموجودة كلها اقصى حاجة الولد لو بدأ يحصل اي درجة سخونية بنتدأ نديله حاجة تنازل السخونية مناسبة لسنه ومناسبة لوزنه والكلام دا كله طبعا معظمها بنقول ان الفيروس عشان كده بنقول ان مع الفيروس كل المضادات الحيوان منهاش دور مطلقة مع الفيروس الناس كلها العيل يكح بيعتص كل دا ممكن يبقى بيص ومش محتاجين فيه طبعا حاجات بنشوفها ولما نعرف ان فيه بدأ بكتيريا تنشط بدأ لون المخاطي يغير بقى اصفر بقى اخضر بدأ حدة السخونية تحلى زيادة عن اللزوم والطول طبعا بنشك على طول ان فيه بكتيريا بنلجأ للطبيب هو دا الوضع اللي ممكن الطفل او الكبير حتى بيحتاج الى نبدأ نديه الانتوبيوتوكا المضاد حيوي مناسب في الزمن وفي الوقت والوزن للطفل او الكبير يعني ممكن المشاكل بتجد للطفل اصلا من المحافظة الزيادة علي يعني كسبت الملابس الكترة جدا دا برضو طريقة خاطئة للتعامل مع الطفل في في فصل الشاتف ايوة الحافظة الشديدة والاهمال الشديد سيب الطفل للاقي الطفل جاي بردان جدا سرعا اللزوم وناخد بالنا برضو اول الليل واخر الليل في تعطية الطفل هل الطفل بينكشف في عيال بتبقى حركتها جديدة قوي وتمي الغطة من عليها وتبدأ تبرد برودة شديدة جدا وليأثر عليها وتلاقي دايما الجزء العلوي دايما بياخدنا الانف قلنا الاشياء المخاطية والانف فممكن تخدنا بعد كده على طول للأزن والوسطى ونقول دايما التهابات الأزن والوسطى من الالتهابات الشيعة جدا عند الاطفال وبتبقى شديدة وحدة الى أبعد حد طبعا هنيجي المشاكل دي كلها الجوب الانفية والأزن والوسطى واللحمية لكن يعني خير الأمور الوسطى نتعامل مع الاطفال على حسب حرارة الجو هل الجو بارد جدا نتعامل بملابس كثير أو كده علشان ما نوصلش لمرحلة دي بالزبط يعني بالنسبة بقى للتهابات الجوب الانفية ايه أسبابها وازاي يعني بقدر ان انا أعليجها في الأول أبوتيج للطفل طبعا قلنا بنقول ان اكتر حاجة تغيير المفاجئ للجو طبعا لو اي فيروس دخل او نشط وبدأ يدخل وطبعا الانف مفتوح على الخارج هو والفم فبيبقى اكتر حاجة رضة طبعا العدوى ان حد يعطس يكحف وش طفل او كبير بيبدأ على طول يحصل له عدوى طبعا الانف اولو نبقى نلاقي انسداد في الانف رشح جامد قوي الفرزات جامدة قوي الفرزات دي لو بدأت خلف عنفية بدأت تسقط هتبدأ دايما تعمل لنا نوع من الكحة اللي بنشوفها فبنقول دايما على طول اول حاجة بندي بنيدي حاجة سمتماتيك يعني حاجة للأعراض اللي قدامنا طفل بيرشح في حاجات بنديها عشان تبقى انت يستمنك عشان تبدأ ترجع الأخشية المخاطية لطبيعتها لانه اللي ما بنجي نكشف نلاقي تضخم جامد في الأخشية المخاطية الفرزات زيدة جدا هي دي اللي بتعمل اختناقة وبتعمل التهاب اللي ممكن ينزل بعد كده ياخد الجزء العلو كله وبنقلق لما يبدأ ينزل على الجزء السفلي وهو ده اللي بيبقى خطر جدا عند الطفل فده على طول بنيدي حاجة سعب بنيدي حاجة طبيعية بنيدي سوايد بنسلك الأنف وحسب عمر الطفل بنشوف ايه لنسلك بايه الطفل في العمر السورية بنستعمل محلول الملح العادي وفيه أنواع منها بتسلك الطفل اللي بتعمل فيها ومنستعملش نقط قابضة إلا باحتراز جامد وبالنظام اللي الدكتور بيقول عليه بيبدأ ندي حاجة لو لقينا البرد جامد بنيدي حاجة أنت يستمنك عشان تقلل معدلات الالتهاب والاحتقال الموجودة وبنيدي بقى بنيدي سوايد وبنيدي فيتامين زي فيتامين سي والحاجات دي كلها اللي بتبدأ بفضل الله تساعد معنا جدا قبل ما ندخل في أي التهابات تالية هل فيه فرق بين البرد العادي للطفل اللي هو الحاجة العرضة وبين التهابات الجيوب الأنفية طبعا البرد كلها احنا بيقول ان البرد أو الانفلونزة كل دي بتاخد جزء عيلوي بتدخل دايما عن طريق الأنف وبتبدأ تاخد الجزء العيلوي كله ده بعد ومعظم البرد دي لما بيبدأ يدخل في أي أعراض زي الكحة والعطس والزكام نقول ان دي انفلونزة ودية اللي هي نزلات البرد اللي هي الانفلونزة الموسمية اللي احنا بنشوفها عشان كده مهم جدا وبعدين ان فيه تطعيم بنيدي الانفلونزة اللي هو موجود الوقت اللي هو الانفلونزة الفيروسي وبيبدأ حلول الله بيبدأ يجبوه من شهر تسعة والكلام ده وبيبدأ ان يديه للطفل من عمر ست شهور بياخد نص الجرعة الطفل بعد كده بياخد الجرعة كاملة بعد ست شهور وبنيدي جرعة كان اول مرة بنيدي جرعتين بعد كده كل سنة بنيدي جرعة واحدة واللي حقيقة التطعيم ده بيقلل بيقول انه دايما بيقول للناس انه ما بيمنعش نزلات البرد ولكن بيقللها الى حد كبير جدا لهم بييجوا بياخدوا اكتر تلاتة فيروس موجودين ومنتشرين في السنة دية وبيعملوا منهم المصل واللي دايما نقوله حتى الامة اللي على طول بتيك تقول الولد البد بتاعه بيخلصش ما بيفصلش خالص قبل ما يخف بيكون بدي قول لها ده اكتر واحد محتاج للتطعيم بتاع الانفلونزة الفيروسي بفضل لما بياخدوا الامة تقول فعلا الاضوار اتحدت جدا قلت جدا الازمينة بقت بعيدة جدا عن بعضها غير ما كان الولد ما بيلحقش ابدا طبعا يعني التوعية ومن خلال البرامج الطبية ده شيء مهم جدا جدا فيه ناس كتيرين من الابا والامهات ما يعرفوش اصلا ان فيه تطعيم دوري للطفل فلكن يعني مهم جدا ان كل الناس او بالذات اللي عندهم اطفال يتابعوا البرامج الطبية علشان يستفيدوا من المعلومات اللي بنقدمها لو احنا جينا بقى لي تضخم اللحمية يعني ايه اسبابها تضخم اللحمية اولا بنبدأ اولا اطفال فيه نسبة من الاطفال مش نسبة كبيرة قوي بتلاقي الام وتقولك الولد نفسه عالي اول ما بنلاقي ونشوفه نكشف عليه بنقول اه الولد ده عنده نسبة تضخم في اللحمية وبنقول لها ويبقى نازل ومولود بنسبة تضخم وبنقول لها احنا هنتبعها وانا دائما بنفضل نتابع ونشوف الطفل مع الاعراض بتاعته معظم الاطفال لما بيوصلوا سنة اللحمية بتبدأ تضمر وترجع على طبعتها وتلاقي نفس الطفل بدأ يبقى كويس وبدأ الصوت الشخيري اللي بتسمعه والصوت العالي وقت النوم وفتحت الانفة اللي قايف بتختفي فيه اطفال بيحصل لها العكس تماما تبص تلاقي فيه تضخم زايد في اللحمية اللحمية اول ما بيزيد تضخمها يبقى وصلنا لسنة والولد الاعراض شديدة عنده بيشخر جميل جدا بيفتح بقه نفسه عالي ده بنقول ان فعلا اللحمية دي تضخمت لدرجة انها بنبدأ نديها علاجات لفترات ساعة بتطول شوية نشوف مدى استجابتها اللحمية اللي بتوصل لدرجة انها بدأت نبدأ نعمل فحصات زي بنعمل اشعة على الجيوب الانفية لو لقينا اللحمية بدأت تعمل اعاقة لعمود الهوى اللي داخل اعاقة شديدة جدا نقول ان الطفل ده محتاج استقصال للحمية والحمية بتستقصال في سن صغير ممكن بعد سنة على طول بدأ متاعب بتبدأ تعمل مشاكل كبيرة جدا من الطفل بتغيى الصوته بتضغط عليه وعلى الجزء العيل وبتضغط على الأذن الوسطى ونلاقي الطفل مخنوق وبيصحى مخنوق حتى ما بيجي يرضع وما يكون عند اللحمية تلاقي كل شوية يسيب سدي أمه عشان ياخد نفسه لاني مش عارف يكمل نفسه من الانف فطبعا بنتبع الطفل نسبة كبيرة جيل الحمد لله اللي عندهم اللي بيجي لهم على سنة بنلاقي الأموة انتهى خالص والطفل رجع طبيعي النسبة اللي بتزيد والأعراض اللي بتزيد وبتبدأ تتضاعف والطفل بقى مخنوق ومش قادر ده اللي بنبدأ نعمله الفحوصات وبعد ما ندي علاجات نشوف فيه استجابة ولا لا والحمية بدأت تستجيب وبدأت تقل ولا لا لا بنقول لا الطفل ده محتاج استقصال للحمية طب لو حصل اهمال من الأب والأم ومعملوش الفحوصات دي ولا لاجأ للطبيب لا للطفل اللي عنده تضخم في اللحمية هل بتأثر عليه بعد كده لما يوصل لمرحلة متأخرة تأثر عليه جدا بتأثر على صوته أولا بتأثر طبعا ان الطفل يبدأ ياخد نفسه ونبقه كل شوية جايل جايله احتقانات في الجزء العلوي احتقانات شديدة جدا طريقة ممكن يجيله احتقان مزمن في الحلق من قط ما بياخد نفسه من عن طريق الفم بتبدأ اللحمية دي من الحاجات اللي بتضغط على الأزم الوسطى ممكن تعملها بتعمل له التهابات جامدة في الأزم الوسطى طيب يعني نيجي من مرحلة الأزم الوسطى التهابات الأزم الوسطى دي نتيجة اللحمية ولا لها أسباب تانية غير اللحمية طبعا في أسباب كتير من ضمنها تضخم اللحمية حاجة تانية أن يحصل التهاب جامد في الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية والأخشية المخطيمة تبدأ تلتهب تتضخم بتقعد التضخم ده لغاية ما تقفل قناة ستاكيوس قناة ستاكيوس دي قناة فيعة جدا زي الشعر دي اللي بتاخد هوى من الأنف عشان تعادل الضغط الداخلي للطابلة الطابلة طبعا ما بتوعها على الهوى من برة اللي بيعادل بيعادلها من جو عشان ندخلها هوا هي القناة ستاكيوس الالتهابات اللي موجودة في الجزء العلوي يومي يجي باج جامد جدا وتضخم جامد جدا في الأخشية المخطية ويبدأ تتضخم وتبدأ تحصل التهاب وضغط جامد على قناة ستاكيوس تبدأ تقفل من الحاجات برضو الأوضاع الخاطئة في الرضاعة دايما نقول للأم الطفل لازم يبقى خمسة وعبعين درجة وهو بيرضع تحط إيدك وأرضاهو أو تحط مسند أو مخد زيارة لما الطفل ما يبقاش نايم في لاد كده وانت بترضعيه يبقى الأم نايمة جنبه بترضعه ده على طول اللبن ممكن يدخل ويدخل على على فناة ستاكيوس ويبدأ يعمل لنا التهابات في الأوض المسط تهابات الأوض المسط طبعا الحاجات الحادة جدا وشديدة جدا والأم بتيجي تقول الطفل ما فيش في حاجة بس كل ما حطه يعيض جامل جدا الطفل بدأ بكاءه يبقى جديد جدا وبدأ وبدون أسباب واضحة قدام الأم خالص وإحنا بنشك وتيجي تنيمه يبدأ الضغط يزيد على الودن يبدأ الألم يزيد الطفل يبقى صراخه أشد ما يكون طبعا الالتهاب ده ما بييجي ونهمل فيه ونسيبه غير الأم اللي بتيجي بادري بنبدأ نكتشفه نبديله علاج أول ما بيجيب الضغط ده ما بيزيد قوي خلص تكشف تقفل يبدأ يحصل سيرس يبدأ وراء الطبلة يبقى سائل الأول شفاف السائل ده بيبدأ يزيد يزيد درجة أنه يضغط على الطبلة ونيجي نبص على الطبلة ما نبص عليها بالمنظار لأن الطبلة بقت بلجنج يعني بقت منفوخة البرة جامد قوي كده السائل ده لو حصل فيه عدوى يبدأ يعمل لنا صديد والصديد ده ممكن يفتح الطبلة والأم ما تفاجئش إلا أن الودن منزلها صديد والناس والأباق وأنها بيجوا في فزع شديد جدا لما يلاقم أن الودن جايبة صديد الصديد ده طبعا مهم إن الوقت مكتوحة والطبلة مكتوحة عايز علاج بسرعة جدا وعايز نظام عشان أن الطبلة وهي في حيويتها تقفل إنما لو طول ممكن تبقى مزمنة وما يقفلش خالص مع الأسف يعني الطفل يعني في مرحلة مبكرة ما يقدرش يعبر عن المشاكل اللي جواه فإحنا عايزين نصايح من الحضرات للأب والأم يعملوا إيه للطفل علشان نتجنب كل المشاكل إحنا ذكرناها دي ولو واجهوا المشاكل دي إزاي تعملوا معها طبعا هنا بنيجي في كل حاجة من دول هنا بنيجي في كل التهبات الجزء العلوي كله الجيوب الأنفية طبعا لو بقى الطفل يبانى عليه أي أعراض زكاة رجع قفلة في الأمن فتح الفم بيأخد نفس ونبقه عملية في بنقول بنلاقي بالنسبة للحاجة زي اللحمية نلاقي الطفل صوته عالي جدا وبيشخر ومخنوق هو بيرضع وبعدين بدأ وبيبتح بقه ونايم كل دي لازم ينتبه ينتبه لها الأم والطفل حاجات الأزم الوسطة طبعا بنلاقي البكاء الشديد جدا في بعض الأطفال يبدأوا يضربوا على ودنهم في أطفال يبدأوا يهزوا دمارهم جامد قوي وده بنسأل الطفل بيهز دماره بيضرب على ودنه كل ده بتبقى علامة بتخلي الأم تنتبه عشان تبدأ تلجأ إلى الطبيب عشان يبدأ إشاء خاص الحالة ويدي العلاج المناسب في الوقت المناسب ما كناش تأخلنا عليه أبدا إن شاء الله كلها نصح مهمة بنشكر حضرت جدا دكتور أحمد الوكيل استشارة طبعا شكرا جزيلا جزالكم مخير وكمان شكرا لكل فريق عمل البرنامج اللي سايم في إخراج هذه الحلقة وكمان نشكر مشاهدان كرام على حسن المشاهدة والمتابعة لكم مني خالص تحياتي أحمد سرحان دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم